لو قلتلك ان شخصية واندا ماكسيموف اللي في مسلسل واندا فيجن حقيقية ومتاخدأ من شخصية بنت روسية بتقدر تحرك الحاجات بعقلها تقدر تشوف كل اللي في جيوب الناس من غير ما حد يقول لها تقدر تشخص الامراض من غير ما تكون درست اي حاجة في مجال الطب في سنة الف تسعمائة ستة وعشرين في مدينة لينجراد الروسية تتولد نينا ابوها كان شخص مزارع وامها رب تمنزل نينا كولاجينا لحد سنة ترتاشر سنة كانت حياتها عادية جدا لكن بعد الترتاشر تحصل حاجات غريبة مع نينا تبدأ تشوف الحاجات اللي في جيوب الناس زي الفلوس او المحفظة او الولاعة او اي حاجة من غير ما حد يقول لها ايه اللي موجود في جيبه ولما كانت بتقابل اي حد من اهل القرية وتعرف ان هو عيان كانت بتقول له انت عندك كزا وكزا وكانت بتشخص المرض بتاعه من غير ما تكون درست اي حاجة في مجال الطب وفي سنة الاربعتاشر سنة تتغير حياة نينا تماما تحصل الحرب العالمية التانية مش حياة نينا بس حياة الروس كلهم هتتغير ونينا هيكون قدامها خيارين ملهمش تالك يا اما انها تنضم للروس وتموت في سبيل وطنها او انها ترفض الانضمام للجيش وتموت برصاص الغادر والخيانة للوطن وقررت ان هي تنضم للجيش الروسي وتخدم بلدها هي وابوها واخوها واختها لكن المشكلة ان في الوقت ده كانت درجة الحرارة بتكون منخافضة جدا والاكل ما كانش بتعدى لقمي تعيش صغيرة على مدار اليوم والقنابل كانت بتنزل عليهم من كل حتة حرفية نينا كانت شغالة كمخبرة على الدبابة اربعة وتلاتين وبالرغم من كل الظروف الصعبة اللي انا حكيتها ولكن نينا اظهرت شجاعة وبسالة كبار جدا لحد ما ترأت لرئيس عرفاء او شويش زي ما بتقال عندنا كده بالبلد ولكن زي ما بتقول كده الحلم ما بيكملش وحياتها في الجيش بتنتهي تماما لما بتتصاب وتتنقل للمستشفى وبعد كده نينا تتجوز وتخلف ولد وتنتهي حياتها في الجيش وتنتهي الحرب اللي استمرت لمدة تسعمية يوم رجعت نينا لحياتها الطبيعية في البيت لكن اللي ما كانش طبيعي يا صديقي وهي اني نينا كانت لما بتتخانق مع جزها او بتتعصب او بتحصل اي مشاكل كانت الانوار بتنور وبتقفل الصحون بتطير كل الحاجات دي اللي بنشوفها في الافلام بتاعة الرعب لما حد يتخانق مع الشبح او مع شطان او مع اي حاجة كانت بتحصل بالزبط مع نينا وفي سنة الف تسعمية اربعة وستين نينا يجي لها انهيار عصبي وتنتقل للمستشفى وينك بدأت تظهر قدرات نينا للعلن والدكاترة والعلماء يبدأوا يعملوا عليها تجارب علمية ولما كانت في المستشفى وكانت بتبدأ تخيط اي حاجة او اي لبس بيديها كانت بتمدي ايديها في السلة من غير ما تبص للالوان بتاعة الكرات وكانت بتختار الكرة او الكرة الخياط اللي هي عايزاها تخرج نينا من المستشفى لكن الدكاترة ما يسيبوهاش في حالها يرنوا عليها ويطلبوا منها انهم يعملوا عليها تجارب تانية علشان يشوفوا هل القدرات اللي عندها دي حقيقية ولا لا توافق نينا وتروح الواحد من اشهر واهم المختبرات عند الاتحاد السوفيتي وكان ماسك المختبر ده عالم مشهور كان اسمه ادوارد نموف وكان هو اخصائي او خبير في التخاطر الزهني وقبل التجربة خلو نينا تقعد ساعات وساعات طولة جدا علشان زهنها يكون صافي ومش مشوش وتقدر انها تفكر بكل اريحية واول تجربة فرضوها على نينا ان هي تحرك عود كابريت بعقلها وفعلا تنجح نينا وتقدر انها تحرك عود الكابريت وبعد كده يبدأ ويعلوا بالمستوى ويخلوا نينا تحرك عقار بالساعة ويرسوا قدامها شوية كبات ويخلوها تحرك الكبات دي وشهرة نينا توصل لمؤتمر اللي تعمل في امريكا واللي حضروا عدد كبير جدا من العلماء واللي بطبيعة الحال عند اغلب العلماء انه جالهم فضول كبير جدا انهم يعرفوا حقيقة القدرات اللي عند نينا وفعلا بدأوا يعملوا عليها تجارب تانية ولكن قبل ما يبدأ التجارب بدأ ان هما يفتشوها كويس يعني قالوا ممكن يكون في مغناطيس او حاجة او خدعة سحرية معينة هي بتعملها علشان تقدر تعمل الحاجات دي ولكن مش بيلاقوا معانين اي حاجة وبيكتشفوا ان كل الحاجات او كل القدرات اللي عند نينا هي قدرات حقيقة وغير كده كانوا بيغيروا كل مرة الترابيزة بتاعت الاختبار علشان يشوفوا هل هي بتستغل حاجة معينة ولا لأ لدرجة انها في مرة من المرات حركت الترابيزة كلها في الهوى لمدة ثواني معدودة وفي مرة من المرات حركت صفار بيض موجود في طبق بعيد عنها بمسافة ستة متر وعملت حاجات تانية اكترة جدا وبالمناسبة قبل ما تشكك في اي حاجة انا قلتها لك عن قدرات نينا فالتجارب اللي اتعاملت كلها كانت على ايد علماء نزاهتهم معروفة جدا وفيهم عالمين واخدين جايزة نوبل العالم جينادي سيرجييف عمل تجربة على نينا والتجربة دي كانت خطيرة جدا وهي انه يخلي نينا تتحكم في انسجة الكائنات الحية والبشر وفعلا نينا كانت بتقدر انها تتحكم في الانسجة العضوية متاعة البشر والعالم سيرجييف جاب ضفضع قلبه بينبط وحطه قدام نينا وقال لها حاولي توقفي قلبه وفعلا نينا قدرت تتحكم في نمضات قلبه الضفضع ده وقفته تماما وعلى فكرة تم تصوير التجربة دي وهو حاول اجبها لكم وهنزلها في الحلقة ان شاء الله وفي مارس سنة الف تسعمية وسبعين دكتور يتحدى نينا قدام العالم انها تصرع نمضات قلبه وفعلا نينا بتوافع على التحدي ده والدكتور بيعد قدام نينا ونينا بتخلي ضربات قلب الدكتور ده تتصارع لدرجة انه موقفوا التجربة خوفا على حياة الطبيب وزي ما قدرتها دي لها ايجابيات لنينا كان لها سلبيات برضو لان نينا كانت بعد كل تجربة بتحس بتعب شديد جدا وكانت بتاخد من صحتها على حساب التجارب دي وكان بيحصل لها عراض غريبة جدا زي ان يزهر بقى حمر على اديها او ان النار تولع في لبسها من غير اي مقدمات وكان نبض القلب والضغط شغالين بصورة مش طبيعية عند نينا بسبب التجارب او الحاجات اللي هي بتعملها في التجارب بتاعتها وعلى حسب كلام الدكتور فنينا بعد كل اختبار بتعمله بتخسر اتنين كيلو جرام من وزنها وفقط اتحسط التزوج وكان بيجي لها وجع في رجلها وفي اديها وعلشان كده نينا قررت انها تبعد تماما عن كل الناس دي وتغير اسمها وتعيش بهوية جديدة ويبقى اسمها نيليا ميخاليوفا ومش عارف الروس بيسمو اسمها غريبة او الصراحة وعاشت مع هويتها الجديدة لحد سنة الف تسعمية وتسعين وعن عمرت تلاتة وستين سنة تسعد روح نينا لخلقها هل نينا ماتت بسبب قدراتها او دي كانت مجرد موتها طبيعية ما اقدرش اكد لكم اوان في الكلام ده لكن انا مجرد ان انا بنقل المعلومات ليكم مش اكتر لكن عايزي المشاهد اللي مش طبيعي انها تكون خضعة لكل الاختبارات دي سواء تنويم مغناطيسي او نفسي او عاطيفي او اختبارات كهر مغناطيسية وطبية وفيزيائية وكيميائية ويكون كلها نصابة او محتالة او انه يكون فيه شك في قدرات نينا وفي النهاية الحكم ليكم وانستاش تعملوا فلوه لايك لو عجبتكم الحلقة وعايزين نوصل الفيديو ده لالف لايك خلاص نوصل الفيديو ده ان شاء الله لخمس تلاف لايك او بس كده اشوفكم في فيديو جديد عالسلام